أهلا بحضراتكم من جديد على طول الأهل استأنف تدريباته لأن النهاردة في تدريب خفيف لمجموعة اللعبين اللي شاركوا في مباراة الأمس أمام المؤولين العرب وما فيش وقت خلاص عشان عندك مباراتين في وقت قصير جدا مباراة سيراميكا يوم الأربع بإذن الله على ملعب المؤولين أيضا ومباراة مؤجلة أخرى هتتلعب يوم السبت في مدينة الجونة مع فريق الجونة اللي كسب مبارح فريق الداخلية بهدفين مقابل لشي تيتشي بالجزيرة قبل بداية المران الأساسي للأهل عقب مباراة الأمس كريم مساء الفل أخبارك وأخبار الفريق أكيد في محاضرة دلوقتي يعني آخر الأخبار عندك والأجواء من ملعب مختار تيتشي بالجزيرة مساء الخير عليك زميل العزيز محمد سعيد كل التحليق والكل مشاهدين وكل جمهور النادي الآلي في كل مكان بالتأكيد أمحمد يعني بدون راحة للنادي الآلي بيواصل استعداداته اللي بطلط للدور العام وتحديدا مباراة سيراميكا مباراة يعني لها حسابات خاصة جدا وواضح أكيد مستر كولر يعني في هذه اللحظات في محاضرة فنية أكيد الراجل بيتكلم طبعا على كل الأخطاء اللي حدثت طبعا فيها المباراة الأخيرة والقادمة بالنسبة لمباراة سيراميكا يمكن كان محدد ليه على التدريب يكون في تمام الخمسة لكن احنا متعاودين أما بنخش لتيتشون لها التدريب يتأخر شوية بيقول متأكدين أن يمكن فيه محاضرة مطولة وفيها فيديو وفيها أمور عديدة جدا بنتمنى يكون فيه استعاب كبير جدا من لعاب النادي الآلي لأن انت عارفها محمد يعني المباراة المؤجلة بيكون مهمة جدا وتحديدا سيراميكا والجونة ومباراتين كمان جايين وارباعد فعشان كده محتاجة كل التركيز من لعاب النادي الآلي التلات نقاط إن شاء الله تكون منصيب النادي الآلي المباراة الأولى ولكل حدث نحديث فيه مباراة الجونة يمكن تتمكسب عديدة جدا فيه المباراة الأخيرة بعيدا عن النتيجة المشاركة الكبيرة جدا لأكبر عدد من اللاعبين تعرفها محمد يعني المستوى ما بيكون سابت بالنسبة للمدير الفني أو الرجل ما بيلاقيش إن فيه فرقات كبيرة جدا بين اللي بيشارك بصفة مستمرة أو اللي بياخد على فترات أكيد بيكون مرضية بشكل كبير جدا للجهاز الفني شفنا الحقيقة تقلق طار محمد طار كوكا الحقيقة بيقدي أداء مميز جدا محمد داني الحقيقة كان متقلق كل اللعيبة اللي ما بتشاركش عبدالقادر الكل الحمد لله شبير كل اللعيبة أما بتاخد فرصة عرف قيمة المباراة وعرف قيمة المرحلة الحساسة جدا دي الوقت وتلاحم المباراة بيخلي كل اللعيبة اللي نادي قالي عندها الشغف الكبير والرغبة الكبيرة إن هي يكون متواجدة في التشكيل الرجل بيحاول إن هو يعمل روتيشن شفنا عدد كبير من اللعيبة غاب عن المباراة الماضية لكن بأكد لك هيكون متواجد كل من الشناوي ومعلول والشحات أكرم توفيق مروان عطي يكونوا متواجدين بمشيئة الله من خلال طبعا التدريب اليوم بكرة يكون راحة بعد غد يكون تدريب يكونوا متواجدين بكل قوة إن شاء الله في قائمة مباراة سراميكا كيلو باترة يمكن طبعا عايزين يعني نتكلم على الإصابات أو يمكن نطمن كل الجمهور اللي نادي الأهلي على حالة اللعبين وتحديدا عمر الصلية أنا قدر أقول لك عمر الصلية بنسبة كبيرة ممكن ما يكونش متواجد محمد في مباراة سراميكا لكن الراجل هياخد الجرعات التدريجية بالنسبة للتدريب الجماعي وده أمر مهم جدا الخلفية وكأت من درجة التالتة كان أمر صعب شوية لكن فيه تأني زي ما بنقول من الجهاز الطبي لفريق النادي الأهلي على الدفع بأي لعيب في ظل الضغط الكبير جدا وفي ظل المباراة الحساسة فالصلاية إن شاء الله بإذن الله تكون جهازيته بمشيئة الله خلال الأيام القادمة الاستفادة به مع فريق النادي الأهلي استمرار يبكى هربا طبعا محمد ليه الإقاف طبعا ريدا سليم بنقوله ألف سلامة يعني إصابة صعبة جدا طبعا وفي توقيت صعب أثرت بشكل كبير جدا على اللاعب ثلاث شهور يعني فترة كبيرة جدا محمد على اللاعب لكن يعني زي ما بنقول الإصابات بتكون يعني كلها من عد ربنا سبحانه وتعالى بنقوله قدر الله ما شاء فعله ويعود إن شاء الله بإذن الله ريدا سليم يشارك مع فريق النادي الأهلي خلال المباريات القادمة لكن الحقيقة فترة متولة شوية ثلاث شهور صعبة شوية محمد ويمكن كمان متولي بيواصل التأهيل لكن بعيدا طبعا عن كل هذه الأسماء كل جاهز النهاردة زي ما أنت عارف استشفى اللاعب النادي الأهلي المجموعة اللي شاركت فيها المباراة ويكون جرعة تدريبية كاملة لكل اللاعبين اللي ما شاركتش فيه المباراة الماضية بنتمنى إن شاء الله كل التوفيق للنادي الأهلي بنتمنى مستر كولر يكون عنده قراءة جيدة جدا لفريق سراميكا لأنه متعارف محمد يعني المباراة الأخيرة مباراة تبيرة منذ ظهور سراميكا بشكل مميز جدا بيتطلب منك تركيز كبير جدا في المباراة على استاد المقاولين العرب نادي الأهلي بيؤدي أداء مميز جدا على استاد القهيرة لكن المقاولين يعني مش هنتكلم على أرضية الملعب لكن بيكون فيه صعوبة شوية للعبين لكن يا رب إن شاء الله بإذن الله لعيبت نادي الأهلي تقدر تتفادى كل الأخطاء الفنية اللي حصلت في المباراة الأخيرة ويكون مباراة سراميكا مباراة جيدة تستعيد النادي الأهلي انطلاقته من جديد ويوصل الانتصارات أم حمد بشكل كبير في بطولة الدوري العام طيب كريم أنت قلت بصراحة يمكن تفاصيل كتير جدا من اللي كن عايزين نتكلم عليه ولكن سؤال بسيط وأخير هل النهاردة التدريب سيشهد وجود عدد من لعبي قطاع الناشئين في ظل أن تدريب الأمس في الظل الأهلي كان مشغول بمباراة كان فيه تصعيد لست لعبين من قطاع الناشئين تدريبات تخصصية هل ممكن نشوف حد منه من النهاردة في تدريب الفري الأول وهل ممكن نشوف ترايماتش للمجموعة اللي مشاركيتش في مباراة 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 ولا تدريب فقط لأننا شايف أدوات التدريب كلها الجهاز الفن وضحها في الملعب خلفك بالتأكيد محمد وصال مهم جدا مش هنقدر نقول أنه هو ترايماتش على قد ما احنا هنقدر نقول أن في آخر المرانة يكون فيه فقرة تدريبية قوية منها تأسيمة في تلتين الملعب زي ما بنقول لأن انت عارف بكرة راحة ودي الوقت مسابب أزمة شوية كل رجل بيحاول أنه يريح كل اللعبة وبيحاول أنه يدي جرعات تدريبية لبعض اللعبين لأن المجود كبيرة محمد انت عارف ما فيش راحة بتبدأ تتضرب بتاخد يوم راحة بتحاول أن انت تستعيد خواق الذهنية والبدنية والفنية وبتبدأ تخش بدوافع جديدة لكن يعني بالشكل العام وبشكل المعدات والأدوات المتواجدة في ملعب مختار التيتش يعني ما نعتقدش أنه يكون فيه تأسيمة بطول الملعب لكن من الواضح ومن خلال معلوماتنا في آخر المران في عدد أكيد ده مصعد من خطأ نشئين للسد يعني نقول العدد لأن انت كل اللعبة اللي هتعدي الاستشفى خلاص هتشارك ربع ساعة أو عشرين دقيقة وبعد كده تبدأ تدخل لي طبعا انت عارف محمد هذا الأمر بيكون مهم جدا وتحديدا مستر كولر بيكون مأكد عليه لكن اللي معودنا عليه انه هو في كل مباراة بعد المباراة بيحاول انه هو يشارك اللعبة لانه حسية المباراة مهمة جدا عارفين طبعا ان التدريبات مختلفة عن المباراة لكن في ظل دي الوقت ما فيش حاجة قدام غير انه هو يحاول انه هو يعمل تريماتش مصغر جدا فيه التدريب فيارب يكون في استفادة كبيرة جدا من كل اللعبة اللي هتشارك سواء في التريماتش او في الجرعة التدريبية محمد النهاردة بشكل كامل زاميلي العزيزة كريم احمد موفد قناة الاهلي من ملعب مختار التشبجزيرة بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات والاضحات قبل مباراة سيراميكا والاستعداد عقب مباراة المؤولين العرب